السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 27 أيلول سبتمبر وبما إنه توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة 9 و41 دقيقة صباحا من صباح يوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذرة القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركة والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام ساعة 2 و21 دقيقة عصر اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح بما إنه القمر موجود في برج الأسد معناته اليوم الناس من حولنا بيكونوا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا معاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الأحبة يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال من استثمر ومنشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جارئين ومنرتدي الملابس الأنيقة وبنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين ليلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة و 17 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 7 و 50 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل وبنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 8 و 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بالفترة هاي بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكون عنا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين دون أن نشعر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها خلال هذا اليوم إلا إذا كانت اضطرارية عندنا القلب، الشريان الأورطي، دورة دموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي، ويصلح للصبغ والحنة، ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الأسد خلو المسار القادم بيكون يوم الأحد الساعة ثلاثة وخمسة وثلاثين دقيقة فجرا بيبدأ بتوقيت جرانيتش وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة واحد وارفعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار الهلال عمر خمسة وعشرين يوم الساعة 11.20 دقيقة مساء، بنبدأ باليوم الست وعشرين، نسبة الإضاءة عشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة سعيد بنسبة سبعين في المية الآن ساعات العصر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات المساء سعيد بنسبة خمسة في المية القمر في الأسد حتى يوم تسعة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الآن ساعات الفجر سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة عشرة في المية أما ساعات العصر منتحس بنسبة عشرة في المية عطارد في الميزان حتى يوم ثلاثة عشرة سعيد بنسبة خمسة عشرة الزهرة في العقرب حتى يوم 17-10 سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 14-11 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19-10 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم من الأجواء المميزة بالنسبة لك بما أن القمر صار موجود في البيت الخامس فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر فترة مثمرة إيجابية بتنجح بحمل الترويج ولكن بدك تكون جريء بالطرح لبتتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرض واليوم ممكن يكون في عندك فرحة أو خبر مفرح على مستوى الأبناء أو الأحبة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجد تعاون من أفراد العائلية وممكن تلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائل لأن القمر في البيت الرابع إذن المسائل الشخصية والعائلية هي اللي رح تطغى اتأهمش إنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة اتجنب العمليات الجراحية وخذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جهر بتطلعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء إنك ما تتهرب منها وممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندك زيارات والتنقلات على المستوى العاطفي الأجواء جيدة للنقاش والحوار مع الأحبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتحذروا من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أو فوتير أو دفعات أهم شيء إنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل تطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها وبتعيد لكم نشاطكم المفقود وبغسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي من اليوم بإمكانك توضيح وجهة نظرك والاهتمام بمظهرك وبتشعر بالحماسة الفائضة وبتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع أو فكرة جديدة تملك أفكار باهرة وحلول مذهلة وبتبدأ صفحة جديدة في حياتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك أهم مش إنك تبتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار وما تكون لجوج لأنه ممكن يخذ لك الحظ بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطه اجتماعياً وبتلتق الأصدقاء خلال هذا اليوم ومنكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة خاطر وممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وبتعرف لقاء داعم لا إلك أهم مش إنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي بالنسبة لموليد برج العقرب يتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إش إنك تهدئ من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات تشائك وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج أو تسوي مهمة ابتهتم بهواية جديدة وممكن اليوم تكون طاقتك عالية ومتحمس لمتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتعيد اليوم تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة تم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها أو ممكن تناقش مواضيع مهمة أو تجتاز امتحانات صعبة أهم يشي أنك تعالج الشؤون العائلية المهمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو ترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن بتكوا تحاذروا من الخلافات ما الضخم الأمور اليوم أنت حساس زيادة عن اللزوم ومتوتر بسبب قلق أو انتظار خبر أو شيء مربك فبدك تحاذر إثارة العدائي والبلبل لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن يبعد الناس عنك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاكم وراحتكم وما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبات راعوا ظروفكم الصحية أكونوا دقيقين ومنظمين ومرعين لظروفكم ولا معنوياتكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر